ثلاثة سلطة حبدالك على يوم بخبرك هاليا بفرجي كمان كان الفراش ومان كان الحجر ومان كان بفرجي كل شي كم طحونة فيه في المنطقة بيقولوا؟ فيه ثلاثة واحدة فوق المر عبدة واحدة تحت المر بطرس وهيدي كنت لنا وراحت هاليا بفسرلك تحت فيه شكل ليس هالطحون بقى يجو من وين ما كان يجو يطحنوا فيه هاو مكان ش فيه بالجدايدة طواحن وشباله مباركوين كله هذا على الماء كانت هاون مكان فيه ثلاثة طواحين هاون واحد المر بطرس تحت طوال المر عبدة وهذا كانت لنا هاون هاي العيشتهم هاون بأيام الحرب يدفعوا أرضا قيل أرضا شوي تطحين كمش تطحين مكان حدا يتعطى المصاري مكان يتعطى المصاري كله طحين ايه وكل عالم كله تزرع ويطلع قمح ويجو يطحنوا هذا كله كان مجلل ايه كله كله لا فيه سنوبر ولا فيه سنديان ولا فيه شي هاك كمان هون هاك بوجنا كمان ايه بقى باية ياخدوا المقاطعة كين اسكندر فريم يزرعون هونيكي كنت أنا والد يروح سيعدوا بالحصاد هاي المنش اللي كنت أحصل فيها صغيرة وبعدها بقى كانت ايام احنا من هالايام بكتير بالقليل ما كانش واحد يلتها عالتليفون وعالتلفزيون يلعبوا وراء يعملوا عصويات يحظوا عزازير هاي كانت الصهرية مثل اليوم كل واحد حملتليفون وبيتكتك او عالتلفزيون او عالتلفزيون او عالتلفزيون او عالتلفزيون يقصير او عالتلفزيون او عالتك يحظوا عمي وقصير بالقليل حلالتك باية مثل قوضة يضعوا الفراش فيها يجي هالما يضرب الفراش يبرم الفراش يبرم الحجر من فوق وصور الحجر يطحن هالما نشوف كيف تفوتكم على علبة سعيد في المص cream 350 اجتبع iche ايه مكانيتو في النهر وكانت ترقى كلها على النمبور على رهر برهيب من هون يروحو بقى ايجها عملها الجسر هيدا مجادته الخاص وكاتبين عمل بهمة الزعيم المحبوب في ادغام البلغون فوت فوت تخبرك اشكان فيها بعدها هيدا هون لكن يمدوا عصاية من هون تحت عصاية خينة يعني في الفراش هون بالارض يشدوا فيها مثلا ايجي الماء عوجه وتدبشوا تدبشوا يبرم 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 الحجر هون وهو فقلو كمان قاعدة بتطلع من قلبه هون القلب الحجر وقت اللي يبرم هيدا تحت ايه يبرم هيدا هون كان الحجر كان حجرين واحد عالارض وواحد يطحن من فوق واحد ثابت وواحد لا ايه بتحت الوعين من فراش يركبوا فراش كبير هايك ايه وقلو هايك متل مراوح بجي هالماء بسطو تدرب و تبرمو في الوقت اللي بدون يوقفوا يسحبوا هايك و يبرموا ثاني مال ما عشتد اقربوا مايك فعش فيها طبط اقلوا لطبط ايه وستردئ اشتركوا في القناة 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 او انا عم بحلها كم جميلة صوت الطبيعة وصوت الماء والعصفير يوجد ناود هنا سنوات يبدأ بالقلب وهذا ما أريد أن أذكر أولادي وهذا ما أريد أن أخبر العالم كله عنه أنا أعيش بأحلى بلد بالعالم وأعرف أمته ترجمة نانسي قنقر